بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين واللعن على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين وصلنا وإياكم إلى حلقة جديدة في مباحث آداب تلاوة القرآن الحكيم وكذا تعليم وتعلم القرآن وبعض ما يرتبط بالقرآن الحكيم من الآداب والسنن المذكورة في الكتب وعند العلام من العلماء رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين منهم بالنسبة إلى أحد السنة ربما بين المؤمنين أنهم يأخذون الشفاء من القرآن الحكيم القرآن هذا الكتاب الإلهي هذه الكلمات النيرة فيها خاصية وهي أنها تشفي المرضى من الأسقام ومن الأمراض بعون الله تعالى فالمؤمنون عندما يبتلون ببعض الأمراض يأخذون الشفاء ببركة كلمات الله تبارك وتعالى من القرآن الحكيم فالاستشفاء عند المؤمنين من أحد السنن بأنه يكتبون بعض الآيات المباركة في الورقة ويضعونها في الماء ثم يشربون الماء ويشفون بإذن الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أحد السنن أو لنقول أنه من المكروهات أن الحلقة والبرنامج كما تعلمون في الأعداب عام من السنن والمكروهات المستحب والمكروه فكذا بالنسبة إلى بعض المكروهات في القرآن الحكيم أنه يكره محو شيء من كتاب الله بالبزاق وكذا كتابته بالبزاق إذا عد هذا إهانة للقرآن فيحرم ولكن إن لم يعد إهانة للقرآن الحكيم فمن المكروه أن الإنسان يمحي شيئا من القرآن ببزاقه أو يكتب شيئا من القرآن ببزاقه هذا من المكروهات بالنسبة إلى كتابتك القرآن وكذا في محو كلمات القرآن الحكيم فمما ذكرنا يظهر إلى هنا أنه يجب إكرام القرآن تعظيم القرآن وكذا يحرم الإهانة وتحقير القرآن الحكيم لما ورد من النصوص الكثيرة على هذا الأمر فمن الروايات من وقر القرآن فقد وقر الله ومن لم يوقر القرآن فقد استخفى بحرمة القرآن وأن حرمة القرآن على الله كحرمة الوالد على ولده وروايات أخرى كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نادى بأعلى صوته يا حامل القرآن تواضع به يرفعك الله ولا تعزز أو ولا تغرر به فيذلك الله الإنسان عندما يكون حاملا للقرآن حافظا للقرآن يتواضع لله تبارك وتعالى أئمتنا على المفضل صلى الله عليه وآله وسلم كان يحترم من يحمل القرآن مثلا في كما نقل في غزوة تبوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الراية لشخص يقال له عمارة ثم عندما جاء زيد بن ثابت أعطى رسول الله وأخذ الراية منه بالنسبة رسول الله قسم الرايات لكل قبيل راية أخذ راية عمارة وأعطاه بيدي زيد بن ثابت فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكان لشيء أخذت مني رأيت مني شيئا قبيحا لضعف إيماني فقال رسول الله لا وإنما لأن زيد بن ثابت كان حاملا للقرآن والقرآن يقدم هذا تعظيم القرآن هذا نوع من الاحترام بالنسبة إلى القرآن الحكيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامل إنسانا لأنه كان حافظا للقرآن لأنه كان يعمل ربما أكثر بالقرآن الحكيم عامله وقدمه وأعطاه الراية في أحد الغزوات فجدير بنى أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحترم أهل القرآن وحملة القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حملت القرآن عرفاء أهل الجنة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا حملت القرآن المخصوصون برحمة الله المعلمون كلام الله المقربون عند الله من والاهم فقد والا الله ومن عاداهم فقد عاد الله وروايات أخرى كثيرة بالنسبة إلى أنه يحترم الإنسان أهل القرآن وحملة القرآن إلى هنا وما ذكرنا بالنسبة إلى آياء بالنسبة إلى آداء بالقرآن الحكيم كما ذكرنا في أحد الحلقات أيضا أنه ما ورد بالنسبة إلى العامل بالقرآن أن الله تبارك وتعالى يعطي كذا وكذا من الثواب يعطي كذا وكذا من القصور في الجنة لمن قرأ القرآن بس بعد ما في قيث آخر لا وإنما لمن قرأ القرآن وعمل بالقرآن ولا ربما كل إنسان يقرر القرآن ولا يعمل به ذكرنا هذا المطلب وأكو مطلب آخر أيضا مهم وهو الإخلاص الإخلاص في قراءة القرآن الإخلاص في كتابة القرآن روايات كثيرة بالنسبة إلى الإخلاص تعلمون قرأتم أن كل الأعمال من دون الإخلاص الله لا يتقبلها من تعلم القرآن يريد به رياء وسمعة ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء ويطلب به الدنيا بل الله عظامه يوم القيامة عجيب ممكن للإنسان نقرأ القرآن رياء نعم ممكن فصار من دون إخلاص الله تبارك وتعالى في القيامة ماذا يعاقب هذا الإنسان بهذا البلاء العظيم بل الله عظامه يوم القيامة ولم يكن في النار أشد عذابا منه وليس نوع من أنواع العذاب إلا يعذب به من شدة غضب الله عليه وسخطه ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وتفقها في الدين كان له من الثواب مثل جميع ما أعطي الملائكة والأنبياء والمرسلون ثواب عظيم لمن كان له إخلاص في قراءة القرآن وعقاب أليم لمن كان له رياء ولم يكن له إخلاص في قراءة القرآن إلى هنا ذكرنا هذه الآداب في قراءة القرآن الحكيم بالنسبة إلى ثواب قراءة بعض السور جميع السور المذكورة في القرآن الحكيم لها بعض الثواب العلماء ذكرواها في كتبهم نتبرك ببعض الروايات في قراءة بعض السور وما لها من الثواب الجزيرة عند الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل سورة الحمد من قرأ الحمد أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الآجر كأنما قرأ ثلثي القرآن وأعطي من الآجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة وأنه لو أن فاتحة الكتاب وضعت في كفة الميزان ووضع القرآن في كفة لرجحت فاتحة الكتاب سبع مرات أهمية هذه السورة أم الكتاب هذه السورة العظيمة وأن من قرأها فتح الله له خير الدنيا والآخرة بالنسبة إلى سورة التوحيد الإخلاص أيضا وردت روايات كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت أخشى العذاب بالليل والنهار حتى جاءني جبرايل بسورة قل هو الله أحد فعلمت أن الله لا يعذب أمتي بعد نزولها فإنها نسبة الله عز وجل وأن الملائكة في رواية أخرى ما مرت بها إلا وخروا سجدا وأنه ما من أحد يقرأها إلا وكل الله عز وجل به مئة ألف ملك يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ويستغفرون له ويكتبون له الحسنات إلى يوم يموت رواية طويلة نكتفي بها بهذا المقدار سورة البقرة وآل عمران ورد أن من قرأه ما جاءت يوم القيامة يعني سورة البقرة وسورة آل عمران تظلانه على رأسه مثل الغمامتين ومن قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها لم يرى في نفسه وماله شيئا يكرهه أحد المعوذات التي يقرأها الإنسان عندما يخرج من داره عندما يريد السفر آية الكرسي يحفظ الإنسان تحفظ الإنسان من البلاء إن شاء الله تعالى وروايات نعم في آية الكرسي أيضا روايات كثيرة أن إبليس فزع عند نزولها وأن من قرأها بني عليه حائط من حديد ويكون أمانا وحفظا من الشيطان الرجيم إن شاء الله في الحلقة الآتية نذكر بعض السور الأخرى وثواب قراءتها إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر